بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنتناول أدوات التلوين والتعبئة والخامة يوفر برنامج الفوتوشوب طرقا متعددة لاختيار الألوان وإجراء التعبئة اللونية وإضافة الخامة نبدأ أولا بأدوات الألوان ملاحظت أنا في أندي مربعين المربع الأول الفوق هو مربع FOREGRAND المربع الأسفل منه هو BACKGROUND بإمكاني أنه أضغط ضغطه على مربع الفوق FOREGRAND واختار اللون من المنطقة هاي على سبيل المثال أنا اخترت اللون الأسود المربع الأسفل منه هو BACKGROUND أضغط عليه ضغطة ممكن اختار من المنطقة هاي اللون اللي أنا بديه تعلمنا سابقا أنه على أساس ألون بعد الألوان هاي أنه أنا أختار مثلا بأداة التحديد نستطيل مثلا في منطقة هاي إذا ضغطت Alt Backspace بعطيني لون تعبئة بلون من الـ For Ground نعمل تحديد في منطقة ثانية Ctrl Backspace بعطيني تعبئة بلون الـ Background هل قدت أنا لو بدي أبدل مكان الـ For Ground بالـ Background كنت أضغط على السامين هنا بعمل Switch For Ground and Background Color وهي كان اختصارها من لوحة المفاتيح حرف الـ X بالدرجة للـ Default الأسود والأبيض بالدرجة الـ Default للـ For Ground والـ Background Color بضغط هنا وهي إلى اختصار من لوحة المفاتيح حرف الـ D وبالإمكان أيضا أنه أختار لون من قائمة Switch في المنطقة هاي على سبيل المثال أنا أختار اللون الأخضر براحظ أنه لون الأخضر أجل في الـ Foreground بأداة التحديد بضغط Alt-Backspace وبإمكاني أيضا أنه أختار اللون من قائمة Color باختار اللون اللي أنا بدي إياه بلاحظ أنه اللون أجل في الـ Foreground بنحدد المنطقة هاي مثلا بأداة التحديد وحكي له Alt-Backspace أيضا بإمكاني اختيار أي لون من خلال أداة الـ Eye Dropper لو عندي صورة أو عندي أي تصميم بضغط بلاحظ أنه أجانب الـ Foreground خلينا نحدد منطقة هاي كما أستطيع التعبع للمنطقة هاي من خلال قائمة Edit Fill ممكن أحكي له الـ Contents هل أنت بدك يبلون الـ Foreground فوق الـ Background الأسفل منه Color معين تختاره Pattern نمط معين أنت تختاره خلينا نختار خلينا نختار Pattern بالشكل هدا نحكي له أوكي وبإمكاني أيضا تعبع منطقة معينة نحدد المنطقة هاي مثلا وأجي أحكي له في المنطقة هاي أحكي له Solid Color واختار اللون اللي أنا بدي أعبي أوكي وباللاحظة عندي إلا نزلت عندي كلاير Mask ومن أدوات التعبئة أيضا أدوات بين Pocket Tool واختصارها J من لوحة المفاتيح ومجرد أضغط عليها بتغير شكل الماوس وهي الأداء بتعبيلي الواجهة على سبيل مثال أنا بدي أختار بيج هادي بتعبيلي باللون Foreground لون الواجهة أو بنظام البتن لو أنا جيت ضغط في المنطقة هاي عبالي لون التعبئة ويمكني أغير زي ما تعلمنا أوكي نعمل تراجع يفضل عندي التعبئة إنه أنا أشتغل على لاير جديدة فبنحكي له New Layer Layer 1 نختار اللون نختار الأداء اللي هي Paint Pocket Tool بتعبيلي إياها باللون هذا الآن لو أجيت على أداة التحديد في المنطقة هاي ورصمنا في المنطقة هاي واخترت لون تاني الشكل هذا أوكي وروحنا على أداة Paint Pocket Tool وضغطنا في المنطقة هاي Control ومن الخيارات ومن الخيارات في شريط الخصائص الموجودة عندي لأداة Paint Bucket Tool إنه بحكي له هنا Button إنه أعبي ببتن نمط معين بنختار بأدوات التحديد مثلا في المنطقة هاي هل قيت أنا برجع على أداة Paint Bucket Tool بنحكي له Button بإمكاني أختار البتن اللي أنا محتاجه بالشكل هذا وتعلمنا إحنا كيف نعمل البتن في لقاء الرتاتش بإمكاني في المنطقة هاي إنه أظهر مجموعة من البتن الغوافية في المنطقة هاي إنه أنا بدي أعمل New Pattern نمط جديد أعمل إعادة تسمية للبتن هذا مثلا أعمل Delete في المنطقة هاي طرق عرض البتن بنظام التكست Small Large Small List مجموعة من طرق العرض في المنطقة هاي في مجموعة من البتن الموجودة لاحظ معي بنحكي له OK بنزله معايا ممكن أختار البتن في المنطقة هاي بنحكي له OK بلاحظ إنه مجموعة البتن نزلت عندي في المنطقة هاي بنحكي له OK Preset Manager إنه أنا من خلاله أيضا من خلال قائمة Preset Manager إنه بقدر أعمل Load لبتن موجود عندي نزلت من الإنترنت وحكي له OK ومن خصائص الأداة أيضا الوبستي درجة الشفافية نتأكد إنه إحنا وقفين على layer هاي نختار بأداة التحديد Rectangular Marky Tool نحدد منطقة هاي نروح على أداة البتن Packet Tool نقلل درجة الشفافية بالشكل هذا 54% تقريبا نضغط ضغط في المنطقة هاي نضغط في المنطقة هاي لاحظ معي درجة الشفافية Ctrl D أيضا موجود عندي الخاصية اللي هي Tolerance كمية تدفق الألوان خلينا نروح بأداة التحديد في المنطقة هاي أيضا نرجع على أداة البتن Packet Tool نقلل Tolerance في المنطقة هاي مثلا نضغط في المنطقة هاي لاحظ معي تدفق الألوان كيف قل ومن أدوات التعبئة أيضا أداة Gradient Tool أداة التدرج اللوني بين لونين أو أكثر ويكون هناك تداخل بين هاي الألوان واختصارها جاء من لوحة المفاتيح ومجرد اختياري لهاي الأداة اتفاعل بمعي شريط الخصاص أول خاصية موجودة عندي مجموعة من التدرجات اللونية على سبيل المثال أختار التدرج اللوني هذا مثلا ممكن أضغط ضغط بزر الفارغ الأيسر وأسحب في المنطقة هاي تلاحظ أنه في تدرج لوني بين اللون الأقدر إلى اللون الأحمر وهناك مزيج ما بينهم أضغط ضغط في المنطقة هاي وأسحب لو بديها بخط عمودي بضغط زر shift على أساس تكون نفس المحاذة وبإمكاني أيضا أنه أغير أي تدرج لوني آخر بالشكل هذا باعتمد على شكل ضغط الماوس وسحب في المنطقة هاي فيها مجموعة من التدرجات اللونية خلينا نشوف الترس إيش فيه عندي موجود في المنطقة هاي طرق عرض ل الآيقونات هاي text only small large small list large list في المنطقة هاي مجموعة من التدرجات اللونية الموجودة نضغط أوك لاحظ في عندي مجموعة من التدرجات اللونية في المنطقة هاي في عندي خاصية الpreset manager اضغط عليها وانا عندي type الpreset الgradients بإمكاني أحكيله load إذا كان عندي مجموعة من الgradients اجازة ونزلها من الانترنت وأحملها وأحكيله load وهنشوف في آخر اللقاء كيف ممكن أحمل مجموعة من الgradients concept الreset gradients بعمل استعادة لالgradients الموجودين كانوا في الأساس فأنا بإمكاني أحكيله reset gradients لاحظ استعادة لالgradients الموجودين في الأساس في المنطقة هاي برضو load gradients إذا أحمل مجموعة من الgradients هنا أحمل حفظ لالgradients الموجودين عندي هنا أستبدأ الgradients بgradients آخر أيضا بإمكاني أن أضيف gradients بشكل يدوي في المنطقة هاي نجع أي لون في المنطقة هاي نغير لون foreground نعطيه مثلا لون هذا بلاحظ ظهر في المنطقة هاي background بالشكل هذا ممكن نحكي بلاحظ أنه ظهر عندي في المنطقة هاي بحكي لأحظ التدرج اللوني بإمكاني أضغط في المنطقة هاي ضغط بزر رفار الأيسر بظهر معي التدرجات اللونية بعطيني هنا ال name للgradients بغير الgradients بعطيني ال name هنا الgradients type هل هو solid ولا noise smoothness النعومة بإمكاني أغير في ال handle هاي أو المقبض هذا color ضغط ضغط بزر الفار الأيسر بتفعل معي color هاي وبإمكاني أغير ال color اللي أنا بديه ولاحظ التغير في المنطقة هاي أوكي لو بدي أغير اللون هذا أيضا بضغط ضغط في المنطقة هاي بتفعل معي لون color وبإمكاني أنه أغير لون color البديه الشكل البديه بلاحظ أنه تفعل حاجة اسمها location موقع color هذا هل بدك إياه لنهاية الgradients بإمكاني أنه أغير مثلا أحكي 80 بلاحظ أنه تقدم في المنطقة هاي ال color هذا لو بد أغير مكانه بدل 0 20% هل قيت أيضا لو بد أضيف لون في المنطقة هاي بإمكاني أضغط ضغط بزر الفار الأيصر وبيحكي add to color بنضيف بإمكاني أغير color باللون اللي أنا بدي إياه أوكي في المنطقة هاي بإمكاني أضيف color نحكي له نغير اللون أوكي في المنطقة هاي بإمكاني إنه أغير درجة الشفافية هل قيت لو قلال الدرجة الشفافية لاحظ معي كيف صارت شفافة وجدت في المنطقة هاي هاي أعملي شفافية في المنطقة هاي بإمكان أقل ممكن نحكي له أوكي وأبدأ أعمل في المنطقة هاي تذرج لون خلينا نرجع في المنطقة هاي نحكي له اللونين لوني بالشكل هذا في المنطقة هاي موجود عندي أنماط وأشكال التدرج اللوني أول نوع اللي احنا شفناه هو اللينيار بشكل خطي النوع الثاني اللي هو الريديال بشكل دائري لاحظ معي بإمكاني أنه أستفيد وأقدر من الخاصية هاي أنه أعمل شكل الشمس والسماء حواليها بإمكاني أعمل كورة الخاصية اللي بعدها اللي هي أنجل خلينا نشوف كيف بالشكل بالشكل هذا خلينا نغير نوع الريديان بالشكل هذا أوكي لاحظ معي أنه بدأ باللون الأحمر الفوشي الأزرق وبدأ لف بشكل ريديال الخاصية اللي بعدها اللي هي ريفليكتد جريديان خلينا نشوفه لو أنا ضغطت من أول للآخر كأنا نفس اللينيار لكن لو ضغطت في الواسط ضغطة صغيرة بلاحظ الريفليكتشن لانعكاس لون الأحمر وتدرجت لفوق وأسفل يعمل لانعكاس للخاصية الأخيرة في المنطقة هاي اللي هي دايامون جريديان خلينا نشوفه بالشكل هذا بشكل معين كجوهرة ومن الخصائص أيضا عندي موجود هان المود وشوفناهم بإمكاني أطبق لجريديان على صورة أو أي شكل آخر في المنطقة هاي أنا عندي أوبسيتي الشفافية 100% لاحظت تدرج اللوني عندي هان لو أنا قللت في المنطقة هاي درجة شفافية لاحظت تغير وليجي نطبق بالشكل هذا لاحظ معا كيف درجة شفافية تغيرت نحكي لينيار نزيد درجة شفافية الخصية اللي بعدها هي ريفيرس بيعمل انعكاس للشكل نلغي ريفيرس لاحظ لاحظ للألوان كيف يصير انعكاس خلينا نجرب الريديال ونختار اللون هذا بالشكل هذا اللون الأزرق في الداخل واللون البرتقالي في الخارج لو حكيت لو ريفيرس هيعكس البرتقالي في الداخل والأزرق في الخارج الآن خلونا نشوف كيف ممكن نعمل لود للجريديانت داخل برنامج الفوتوشوب في عندي ملفين أنا نزلته الأول في 2000 Green Gradients الثاني في 2384 Blue and Cyan Gradients أول طريقة لعملية تحميل الجريديانت داخل برنامج الفوتوشوب أنه أنا بضغط ضغطين متثاليات قاعد بحمل هوالجيت بروح على منطقة الجريديانت بلاحظ التدرج اللوني لللون الأخضر الطريقة الثانية أنه أنا بدي أحمل ملف هذا أنه بروح على برنامج الفوتوشوب وبحكي له Load Gradients أو من Preset Manager وهنا بتأكد أنه أنا واقف على Gradients وبحكي له Load هلقيت باجي للملف هذا بعمله Ctrl C نسخ هنا Ctrl V اللي هو لسقط لسقطه بحلده وبحكي له Load بنلاحظ أنه ظهر عندي تدرجات اللون الأزرق مع السيان ضغم وبهيك بنكون انتهينا من شرح أدوات التعبئة والتلوين والخامات وشرحنا بشكل أساسي أداة Paint Pocket Tool وأداة Gradient Tool يعطيكم العافية ونرجو من المولى عز وجل إنه تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء